الهجزا كاينيز و غلوكوكاينيز الهجزا كاينيز والغلوكوكاينيز هن عبارة بوث اوفهم اس يوز توكاتيلايز the first reaction of glycolases الهي عملية تحويل غلوكوز غلوكوز سكسفوز فيك فذني الهجزا كاينيز والغلوكوكاينيز اثنيناتهن هن يقوما بهذا التفاعل طيب ولكن اذا اثنيناتهن يقوما بهذا التفاعل فشن الغاية من ادهن طيب الهجزا كاينيز is found in all tissues الهيكزا كينيز موجود بكل الأنسجة ولكن الهيكزا كينيز موجود فقط بالليفر بينما الهيكزا كينيز موجود بكل التشيوز الهكزوكاينيز has high affinity higher affinity to glucose اللي هو عنده كي ام whereas الهكزوكاينيز has lower affinity to glucose high يعني الهكزوكاينيز للغلوكوز أقل من الهكزوكاينيز المال الهكزوكاينيز للغلوكوز طيب اسا نفهم شنو الفكهة ليش the function of glucose is to detect the increasing of glucose in the blood الغاية من غلوكوكاينيز مو الغاية انه يحول لي الغاية ثانوية ولكن الغاية الاساسية من عنده انه بما انه هو لغلوكوز قليلة شنو معناتها يعني معناتها لازم يكون الغلوكوز بتركيز عالي نسبيا حتى يقدر الغلوكوكاينيز يشتغل لمن يشتغل الغلوكوكاينيز شنو معناتها الليفر يرسل اشارة الى انه طالما اشتغل الغلوكوكاينيز يعني معناتها الغلوكوز يعني اكو تركيز عالي من الغلوكوز بالدم واللي ينطي يعني بما معناتها يقول لهم طالما الغلوكوز عالي بالدم فافرزوا انسولين هاي الغاية من الغلوكوكاينيز هاي الغاية من الغلوكوكاينيز من الصورة على هذا الشي سيكريشن بس خلي اطفي الواي فاي طيب غلوكوكاينيز لتحرق طيب هسا احنا نستيمولات الانسولين سيكريشن هاي الغاية من عندها هو مجرد انه يحول الغلوكوز الى الغلوكوز هاي كل الفكرة فكمقارنة ما بين الغلوكوكاينيز والغلوكوكاينيز الهيكزوكاينيز وظيفته يشتغل ليحول الغلوكوز الى الغلوكوكاينيز بالاضافة الى هذا بالاضافة الى نفس الشي اللي قاعد يسوي الهيكزوكاينيز الغلوكاينيز الى غاية اساسية اهم اللي هو يساعد بالدكشن للخلوكوز حتى نقول للانسولين يلا نفرز و تعال اشتغلنا بهذا الماناة طيب أدنى الهكزوكينيز and gluco kينيز are inhibited by glucose 6-phosphate الهكزوكينيز والغلوكوكينيز يصير inhibited bemen بالغلوكوز 6-phosphate يعني مجرد أنه الهكزوكينيز يحول للغلوكوز إلى غلوكوز 6-phosphate لغلوكوز 6-phosphate من يزداد تركيز بالستيرتصول رح يسوي inhibition للهكزوكينيز والغلوكوكينيز طيب الفوسفوليشن of glucose 2-phosphate يش رح يبطيني makes the sugar anionic يعني الشكر رح يتحول من هو neutral رح يتحول إلى anionic يعني رح يتحول إلى صالب الشحنة هذا الشي رح يسوي رح يخلي سوء can't pass through the plasma membrane بعد ما يقدر هو دخل غلوكوز من دخل الغلوكوز من يدخل ما يحتاج إلى يعني عملية ما يحتاج إلى جهد ويقدر الغلوكوز يقدر يخرج إلى خارج الخلايا عادي بشكل ثلث نفس العملية دخولها وخرجها نفس الشيء ولكن مجرد يدخل الغلوكوز إلى داخل الخلية ورح يحول الهكزوكاينيز أو غلوكوكاينيز رح يحول إلى anionic form إلى الانيونيك شكر اللي رح يسبب يشون أنه بعد ما يقدر يخرج يعني إحنا عدنا الـ charged elements رح تكون صعب أنه تخرج أو تدخل يعني صعب أنه تمر من cell membrane هذه الفكرة نقوم بإمكانية الهكزوكاينيز لكي يمكن أن يكون متابوليز بمثلات طريقة مثل الغلوكوز يعني أنا اللي أريد الغلوكوز ممكن يكون خامل أو ما يكون اكتف بالمستوى المطلوب فأني أسوي حتى أسوي اكتف أكثر حتى أسوي نشيط أكثر حتى يدخل بالغلوكوز أو يدخل بالبنتوز أو يدخل بالغلوكوز أو يدخل بالغلوكوز اللي شفناهن ببداية حديثنا عن الهلكوليسي ستيج 1 أو سوري الكربوهايدرات متابولوسي ستيج 2 هسا هنا خلصنا الهكزوكاينيز والغلوكوكاينيز وكان مهم جدا هذا الاسدايد ضروري أنه نفهم من عنده كل شيء